استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة وأفدت مصادر بقطاع غزة باستشهاد تسعة أشخاص وسقوط عدد من الجرحة في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة دل الزعتر تل الزعتر شمال قطاع غزة كما قصف طيران الاحتلال مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يأوي نازحين في حي النصر بمدينة غزة مما أصفر عن وقوع شهداء وجرحة بهذا ترتفع حصيلة شهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 11 ألفا وثمانية وسبعين شخصا في غزة بينهم أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة وستة أطفال